فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والحاصل أن الذي يقيم في بلاد المشركين إقامة طويلة واستيطان فإنه تسري عليه أمورهم فيصنعوا مع ما يصنعون من أعيادهم ونيروزهم ومهرجانهم لأنه قد لا يستطيع أو لا يصبر على الاستقلال بنفسه وعدم الاندماج أو أنهم يلزمونه أيضا ويضطرونه إلى هذا الشيء كما أن المشركين ألزموا من لم يهاجر من الصحابة ألزموه أن يخرج معهم إلى بدر وذكر الله في قصتهم ما ذكر في القرآن هذا واقع شيخ ماذا ما تفضلتم ويمكن الجيل الثاني من هؤلاء المسلمين يمسخ فعلا أبنائهم وأبناء أبنائهم الزراري ونعم إذا قال أحدهم أنه يعجز أن يجد موقعا في بلاد مسلمة إذا عجز فإنه معذور حتى يزول عذره لكن مع يظهر دينه ولا يندمج ويصبر على دينه ويثبت على دينه بهذا الشرط ترجمة نانسي قنقر